دعونا نتعرف بالتفصيل على الأسلحة التي يستخدمها الحثيون في هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي آخر هذه الأسلحة التي استخدمتها الجماعة المدعومة من إيران مركبة مسيرة تحت الماء وفق التعبير الذي استخدمته القيادة المركزية الأمريكية والتي أعلنت أنها تمكنت من تدميرها رفقة أربعة أهداف أخرى نفذ الحثيون أيضا هجمات بقوارب مسيرة عن بعد وهو السلاح الذي استخدموه في مطلع شهر فبراير الحالي لأول مرة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة تتهم الدول الغربية إيران بتزويد الحثيين تكنولوجيا بالمسيرات المتطورة والتي تساعدهم في تطوير قدراتهم في مجال الطائرات المسيرة أبرزها قاصف وصماد وشاهد كذلك لعل صواريخ الكروز والباليستية المضادة للسفن من أكثر الأسلحة التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ ضرباتها ترجح التقديرات وجود 12 نوعا من صواريخ المجنحة والباليستية بتقنيات إيرانية والصينية والسوفيتية قديمة يملك الحثيون ترسانة من الألغام البحرية التي تتزايد المخاوف من استخدامها في استهداف الكابلات البحرية ورغم مرور شهرين على بدء عمليات تحالف للزهار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا يزال الحثيون قادرون على تنفيذ عملياتهم ويتعهدون بمواصلتها حتى إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة اشتركوا في القناة